مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مواعي نشرتكم الجوبية لتطلع لكم من قناتكم الوطنية تيفي نبدأ من نشرتنا الجوبية مشاهدينا الكرام بالوضعية المرتقبة لنهار اليوم إن شاء الله الخامس على العموم سحبنا نوعا على اليوم التوسط أجواء تكون نوعا ما غائمة على الولايات الحلية الوسطى على الولايات الداخلية والهيئة الهضابة العليا زوابة عراملية الحيطة والحذر لأنها تزوابة عراملية ستؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية على عنصة لحوى بودة سوعة ريحة ستروح من 30 تلحق حتى 50 كم في ساعة ستحبنا نوعا على المتوسط وكذلك تبقى الأجواء الصافية بعد الظاهرة على غلبية الولايات الصحابية إذن مشاهدينا الكرام بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم بإذن الله انخفاض محسوس نوعا ومقارنة خاصة بالأيام الفيتة على غلبية الولايات الوسطى الشرقية الغربية لحق 30 درجة مئوية بإذن الله على الشلف لأن تقع الدرجة الحرارة نوعا ما مرتفعة على الشلف قسطينة أم البواقع بالنسبة لبقية الولايات رح يبقى الانخفاض محسوس في درجة الحرارة الحمد لله 25 درجة مئوية على وهرن على مستغان 22 درجة مئوية 24 درجة مئوية على البيض مشرئية ونعامة يبقى الانخفاض محسوس في درجة الحرارة المشاهدين على الويد الصحراوية 21 درجة مئوية على تامنس ترتفع مقياس درجة وحيدة على أدرار 26 درجة مئوية على تندوف منذ برشل حتى 26 درجة مئوية على بن عباستا بالبالا بورج الحواس 27 درجة مئوية على عين آمينس نفس المقياس على ورق لاوتوغرد إذن مشاهدين للملاحة والصيد البحري البحراء العموم سيكون قليل اضطراب إلى مفطار قليل اضطراب على سواحل الشرقية سواحل العوانة جيجل وسواحل مرسى بالمهيدي يرجع مضطر بإذن الله على سواحل تنس دلس مع اتجاه الرياح ان شاء الله ستكون بإذن شمالية شرقية مشاهدين نحن ختم مع نشاتكم الجوية من هاليوم الخامس تاتة نوفم بغير 22 الغروب نحكونا على الساعة الخامسة وتسعة وربعين دقيقة لمزيد من المعلومات مع لكم غيرتزوروا مواقعنا الإلكترونية أكيد له دايما في الخدمة قاوة مع برامج وطنية تيفي قاوة الخير تلافظتكم